رايع أفريقيا وبعدين رجع على أردن وبعدين هون بدل أطال بلزح شو فيه جديد؟ جديد هو يوم جديد لنا نسمع مين ألحان؟ طبعاً هلا بس أرجع من أفريقيا بدي حتصوته على الأغاني شو هي؟ بدي حط أكتر من غنية فيه آه، أوكي فيه أكتر من غنية بانتظارهم وله مين ألحان؟ هلا ما عنديش حدا هلا استراحة في عم نحضر قالوني زار له شو اسمه المطرب يلطلع بالفاقسطيني شو اسمه؟ محمد عسيف محمد عسيف عم نحضره الغنيتين لأنه طلب بعتلي خبر رئيسه إنه إذا بملحم بيساعدنا هالموضع بتلو بأمر عيونك نحن مع القضية من زمان راح بالآخر حصير أنا قضية جديد هلا عم بعمل أنياب وشعراء الأزياد الشويرة مع المخرج سامير حبشي راح يصير اسمه طائفة 19 اللي هي طائفة الحب بخضم البلد اللي هو كله طواقف ومذاهب ومشاكل وانتخابات وكلهول عم نفتش شوي على المجتمع المدني إذا بدك بطريقة ما فيه صراع الطواقف اللي هي أنا بنت أنتمي إلى الطائفة الشعية واللي بحبه ينتمي للطائفة المارونية بقى قصص كتير حلوة وبعد هيك كتابة جريتا غصيبة بعد هدا المسلسل بصراحة هاي أول مرة بقول عندي عملين ضخمين عربياً إن شاء الله يا رب يكونوا من نصيبة بإذن الله ورح كون هاي أول مرة بقول رح فوت على العالم العربي مثل ندين بلبنان قبل كان عندي تأجيروب وبفتخر فيها لأنني كان بدي فوت من هيدا البيب لو بدي غير البيب كانت فوت من عشر سنين لا جديدة هو هلأ في أغنية جديدة بدنا نصدرها هي سينجل من كلماته ألحان سليم عالسيف توزي عمر صباق إنتاج سيزر بروداكشن هي الشركة جديدة وإن شاء الله بهالكم يوم يعني بتصير باسم أكيد بنا نصور إن شاء الله مع سام كايال ناطرين ناطرينو أهمتا رح تكون على المسرح وخبرنا عنه ناطرينو بدأتبلش بأول ديسامر أول ديسامر بمسرح شاتو تريانو ناطرينو بتحكي عن صراع جيلين جيل يتهم الجيل الجديد جيل قديم يتهم جيل الحالي باللا مبدأة والمتخازل ما عنده قيام والجيل الجديد يتهم الجيل القديم بالتخلف وبالرضوخ لأحكام الأنظمة اللي كانت حكمته فما رح خبر أكثر من هيك تماما نحرق عنصر مفاجأة نفس الجروب نحنا تقريبا يلي بيش نشتغل سوا كل سنة ترجمة نانسي قنقر